خمسة أعوام مرت على انقلاب ميليشيات الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن حيث بات العلم الإيراني يشاهد وسط صنعاء ولافتات الحوثي لا تخطئها عين في شوارع العاصمة ومدن أخرى خمسة أعوام على الانقلاب ذكرى يصفها اليمنيون بالنكبة أعادت البلد عقودا إلى الوراء وصنعت كارثة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم وفق تقارير دولية لم تترك الميليشيات ميدانا من ميادين الحياة إلا وخربت فقد تسببت بمقتل وإصابة الآلاف من اليمنيين جلهم من المدنيين العزل ونزوح نحو خمسة ملايين كما تفاقمت الحالة الاقتصادية ووصلت المجاعة إلى مساحات واسعة من البلاد نهك عن الأمراض والأوبئة وفي مقدمتها وباء الكوليرا الذي فتك بالآلاف أكبر صالة عزاء في العالم هكذا يصف اليمنيون حال العاصمة صنعاء تحت سطوة الحوثي حيث يرى الداخل إليها كيف حول الحوثيون شوارعها إلى لوحات عشوائية لصور قتل الميليشيات حتى الأماكن العامة ومنازل المواطنين لم تسلم من دعاية الموت لتضيف لون قاتما على معالم العاصمة الباهتة من البؤس أسوة بباقي المدن اليمنية التي أشعلتها تلك الميليشيات خدمة للمشروع الإيراني استنسخ للحوثيون النظام الإيراني بمؤسساته الموازية كما دفعوا بالآلاف من أتباعهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية ومنحوهم رتباً عليا وكونوا ما تسمى باللجان الشعبية وهي تنظيم ميليشياوي مسلح يشبه الحرس الثوري الإيراني كما أنشئت العشرات من السجون السرية وزج بآلاف اليمنيين فيها ساحة حرب مفتوحة وصراع محتدم وأزمات إنسانية متواصلة هكذا أصبح حال اليمن منذ انقلاب 2014 الذي مزق البلاد وعسكر المجتمع وحول مدن اليمن إلى مقابر للأحياء أجساد هزيلة ينهشها الجوع وتوقف شبه كامل للخدمات وفي مقدمتها الماء والكهرباء فضلاً عن الشلل الذي أصاب المؤسسات التعليمية والصحية تقارير أممية تؤكد ارتكاب ميليشيات الحوثي جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لكن تلك التقارير تنتهي غالباً بوصف المشكلة دون إيجاد حل ينهي معاناة اليمنيين المتثاقمة ترجمة نانسي قنقر